يتناقش معك أهل الميت كابتن محمد أخبارك منور الدنيا أخبارك إيه ربنا خليه كابتن حسام منور حبيبي يا الله خليه كابتن محمد مسان طيب حبيبي الحمد لله كابتن إيه رأيك فيما يحدث في نادي الزمالي كولينتون ومباراة وبكرة مباراة يعني كابتن حسام صدامني بقوله ومباراة صعبة قال لي صعبة مين إنت بتتكلم بجد لا هي صعبة على الأحوال اللي إحنا فيها لكن في فرق إحنا في الستودي ممكن نكسبها يا بقي لأ إيه لما نقارن الزماليك بالفرقة بتاري الصلاور ما احترامي ليها طبعا ده قال كابتن حسام قال كده قال إن الزماليك بالناشئين حتى ممكن يكسب عادي لكن اللقيمة هيني لازم يبقى عندها نوع من مش عايز أقول يعني كدنا مش كويسة إنهم يعرفوا الجمالي اللي غيرهم بتتعب قدية عشان هم ولازم يفرحوه من غير مدرب ومن غير أي حاجة بكرة لازم يكسب أربعة خمسة هكسب بإذن الله ما عندنا شك في كده والله إن شاء الله نعم ما عندنا شك في النتيجة دي إن شاء الله بكرة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله بقى مش هتيجي كده كلام بينه وبينك يعني مش على الهوة يعني في الملعب أي طيب يعني نعم ليه دايما أولاد نادي الزمالك والمدرين الفانين وإنت واحد منهم وكابتن خالق جلال وكابتن 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 دائمي الهجوم على أسيريو لا بالعكس أنا كنت وقف معنا في الأول في الأول هو الواحد اتفقت معنا القريقة بس اللعيبة تنفذها هو حفظ اللعيبة مم يعني زي محسن بيقول أنت ما عندكش دياتي النوعية اللي تلقى تعملك اللي أنت عايزه مم وبالتالي لابن تغير أنا مع كابتن محمد يعني فعلا هو الناس بيش بتهاجم المدرب هو ما بيش بيهاجمه لكن فيه أخطاء بديهية مع احترامش شديد يعني فيه ناس حتى للأسف فيه نقاط بيطلعوا بيقولوا أني أني عنده مثلا المدرب عنده فكر فيحاول يطبقه لأنه عنده فكر جبيئة عالي لا فيه حاجات أساسيات كابتن محمد صلاحي والجمهوري الزمالك حاسسها أني يعني إيه أكون عندي رأسين حربة مثلا أنا مش بتكلم يعني بتكلم عموما وأقول شادو سترايكر يعني هو ألعب من غير رأس حربة فهو شادو سترايكر أنزل أوباما ما فيش حاجة أسمع يعني إيه شادو سترايكر يعني هو كلام جمل وخلاص يعني نادي الزمالك يلعب من غير رأس حربة نادي الأقل يلعب من غير رأس حربة ريال مدريدي يلعب من غير رأس حربة وقوله شادو سترايكر ما فيش الكلام ده خالص وقاعدين فيه أندية نادي الزمالك لا وجزيري وناصر عبدك بالضبط ما هو نادي الزمالك ونادي الأهلي أندية بتاعة طول الوقت مكسب أهداف وقوان ومكسب وبعدين الرأس الحربة ده بيتحط يعني ممكن تعمق محطك مهمة جدا بيدي حلول كبيرة للنص الملعب وبعدين انت عندك الشادو سترايك انت عندك خمسة في نص الملعب غير بعيد عن رأس الحرب يعني فيه خمسة تقدر انهم يتحركوا ويديهم حلول والرأس حربة عنده محطة مهمة جدا الناس دي بتتحرك بناء عليه يا رأيك يا كابتن محمد أنا والله أخصي انت بتكلم الحميد يعني الحق ما ينفعش لا حضرتك طبعا أنا بقولك زي ما بحسن بيقول احنا بتتكلم كلام دي المهيد احنا تدربنا وحسناه وعارفينه يعني ايه قل انت انا بص لأ جانب على مصر من فوق بس لين الأجناب لما يقلف محاش بيحزبه والمصر يتعادل في المطفين يمشي لك ده بكلمك انت لما يكون عندك راسين حربة تعالف راسين حربة ده هو راس حربة لو ما لعبش الاربع المتافئين بيعملوا ايه خلاص بيبقوا ضغط عليك لكن لما يكون عندك راس حربة واحد بيوقف اثنين او ثلاثة لك ان انت عايز تعمل خطة من غير اللعيبة تمرر عليها لا يجوز مهما كان عندك لعيبة كويسة ترجمة نانسي قنقر